حسين حمدي بحاولة الاستلام والتحرك واختراك دفاعات فارق نصر مع البحث عن تصويبها من اللعب حسين مار ماطل اي انا مية عالية لكن سيلة على طول اقع سيلة سيلة وقف على كورته كده سيلة وماهل كده وعد اللعب سيلة وعيل السيد بلف جسمه يلعب على طول واحدة كده عند اللعب يلعب افصل جدا ليسا حسين حمدي فحر الخمسة وعشرين عام كورا مع اللعب حسين امور تادا عن طريق اللعب معاد الحناوي في محاولة الكتر اتاك ولكن الجمهورية خطار والعرضية لكن على طول بيطلع بيلعب بلال سالم بيغير الملعب كده عند السيجا سيلة السيجا سيلة الغيني المحترف في صفوف نادي الناصر بيلعب كورته له يامنية بيرد على طول بيلعب له احمد سامي احمد سامي على طول بيلعب واحدة كده عند سيلة سيلة على طول باليد بيلحط والوبلال والعرضية تعدي لكن على طول سيلة وقطع بيطل على طول في حسن نتيجة الشوط الاول لمصلحته وهذا كفرصة اكيدة باعد في الامام احمد اشرف يلعب هو مايستر الفريق تحت رأس الحربة محامد حسن ميدو في تأسيسه والانشاء وكورة عبدية القاوة القريب ولكن خطأ لمساحة فريق باس مكثف الامام عند اللعب وسو بيعف على كورته كده ويرجع عند اللعب سيلة 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 بيحاول يزيد اللعب سيلة يرجع ثاني على طول بيلال سالم بيلال بيلال سالم على طول بيرجع على سيلة سيلة على طول سيلة على طول بيلال سالم بيلال بيلال بيرجع ثاني على طول عندي سيلة 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 بيلعب كورته الامامية لكن مش لحد وتوصل عندي رامي عادل رامي عادل بيلعب على طول لسيلة سيلة وبيطلب التماس لنادي النصر على التنفيذ اللعب سيلة رقم عشرين سيلة بيلعب التماس على طول حازم ممدوح رائع حازم ولكن ما بتعديش مع حازم ممدوح توصل عند سيلة توصل عند سيلة سيلة بيطلع الكورة وبيلعب كورة امامية كده حازم ممدوح ليه سيلة سيلة امامية طولية كده لحمد عطا ناحية اليمين بيرجع لأحمد اسماعيل أحمد اسماعيل للشربيني عنطر لأحمد اسماعيل تاني لكن سيلة كده كل فريق اخر تغيرين بتلاقي الكورة عند سيلة سيلة بيلعب واحدة من رقم ستة وعشرين محمد سمير لتامر مصطفى لكن مطوعه وتوصل عند سيلة سيلة بيطل تامر مصطفى سيد سليمان كده عطا سيد سليمان وعمل عرضية عالية لكن سيلة بيطل داخلية عام المشوار بيحاول يعوض الهدف في حمد سعيد كورة طويلة عند حماد علي حماد علي وسيلة سيلة وحماد علي وتطلع الكورة ضربة مرمى لصالح نادي عن ناصر بيطل اهم نادي الداخلية في قلب الست شرط الأحمر والشرط الأسود بدأت المباراة الآن الكورة مع محمد خلف رقم 14 ادها لسيلة رقم 20 بيحاول يعدي سيلة من جماد قايا سيلة وبيلعب واحدة عن وحماسية وجماهرية ميل الفريتين مباراة مهمة جدا تعتبر عنق الزجاجة لكل ميل الفريقين واحدة طويلة وحازم ممدوح بيحاول يعدي الشربيني عن طر لكن سيلة عامل القلب واحدة طويلة كده عند اللاعب سيلة سيلة يحرصها اللاعب سيلة وياخد تماثل صالح نادي الناصر بيلعب في دقيقة 17 من الشوت الأول والنتيجة حتى الآن التعادل بدون اهداف كورة طولية عالية عند احمد رامي عادل بيلعب كده لسيلة رقم 20 محمد باسيوني لكن مطوع من سيلة احمد عامل تمن مباريات وهزم فيه اربع لقاءات ولو 46 هدف وعليه 28 تم نادي الداخلية فلاعب 6 لقاءات ولو 42 هدف وعليه 24 بنفس الرصيد خلال محمد خلف سيلة هذا اللاعب غيني يا جماعة سيلة رقم 20 اني بيلعب بواحدة امام ايضا بتتلاقي بالكورة عند رقم 3 السيد سليمان بيلعبها كده في منطقة الجزاء لأحمد اسماعيل اللي باشرة كده في المارمة محمد طويلة طويلة وفي تدخل كده من حماد علي لكن سيلة قاطع سيلة بيلعب على طول الكورة ليه؟ بيعدي محمد باسيوني وبيعمل عرضية حماد علي بتعدي عند حماد علي حماد علي وسيلة سيلة وحماد علي وحماد علي حماد علي موسيقى موسيقى كرة مختوعة عن طريق اللعب احمد سامي لبرو فريق بصر يلعب كرة في الجانب الايمل في نفس توقيت هذا اللقاء تقام مباراة اخرى في ملعب الكلية الحربية لقاء اما لا عدوسه انطارك حجاجة في مثل مقعد المدلاء وهنا تأتي انطلاقة لدلاء المتحرك طارق حجاج ولكن كرة مختوعة طلقها كانت ولكن يجب انطارك في مصيان تتساني كانت موجود ركلة حورة غير مباشرة تلعب الكرة في اتجاه العسيلة الى الخلف عند الحارس محمود عاطف فريق النصر يعني كانت له مواجهة الموسم اللاضي في بطول الكأس الانسرق ويعاونه محمد عبد المصر محمد عبد الرحيم المشاعد الاول وعبد الباصل وركلة حورة غير مباشرة نتيجة التسلل حارس مصطفى فتحي يلعب كرة طويلة في الامام وقطف حارس مرمى فريق النصر حارس مرمى فريق النصر كان انتهى بنتيجة احمد نجيب كرة طويلة من اللعب جيميني جي نتيجة تمرير خطأ من اللعب واد سلامة المباراة تشتعي مشاهدين وتبعينها تمرير في الامام محمد سيد يقطع التمرير من امام اللعب محمد سيد واد ديجلر فريوم يلتقى مع الفائز من اللقاء الزمالك وبانع بيت مباراة اللي لم يتعرض الى اي اختبار حفيفي الا في اختبار واحد فقط اختبار جاء برأسي والكرة تلعب في الامام ولكن مقطوعة كانت فرق الى رامي التمس بدأت يعني العصاب تتوتر وبدأت يعني الرعون حمث بالصاروخ ولكن هناك التكتل دفاعي وابعاد من اللعب الغيني سيرة واللعب القادم في التبديل الاول لفريق النصر اوسو حرطبق تبديل بعدما اجرى تبديل وحيد نزول حجاج هنا سيرة تصوير ومن اللعب اشتركوا في القناة 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 والمهندس يقعد بمدير الكرة الشازلي الشازلي لكن على طول سيلة 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 هيبدأ هاجمة كده بيلعب على طول احمد سامي سيلة تاني سيلة فيسو وتوجهات كده من المدير الفني لنادي الجمهورية احمد سامي لكن على طول التدخل من خالد العدوي ترجع لسيلة سيلة على طول على طول الكرة ملعوبة من سيلة سيلة لمحمد زانو لكن على طول سيلة برب سيلة سيلة على طول الكرة لمحمد الشازلي محمد الشازلي لكن على طول سيلة بيت الله محمد رامي لمحمد فضل واحدة طولية ممية لكن على طول سيلة سيلة الاخير رجل ما انتقدم النصر بيلها دف اللي احراز هو احمد عشرة في ديها 32 من عمر الشوت الاول بتتعب كرة دربة الحرة طولية ممية وضغط النادي الجمهورية لكن على طول سيلة يتدخل وتعلع باساس على طول ملعوبة لكن بيرد دفاعنا دي